بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا في كورس السويل وإحنا كلمنا المرة اللي فاتت عن النهاردة هنتكلم عن بتاع السويل بتعمل عنه زي ما انت شايف حاجة اسمها جهاز ساعة بيسموه أو ساعة بيسموه تست أهم حاجة في الجهاز دوت السل اللي قدامك دي السل دي بتبقى موجودة بيتحط فيها رينج ده رينج بيتحط فيه السويل سامبل بتاعتي ديمتر بتاعه ممكن يبقى خمسة سنتيو ممكن يبقى اتنين ونص وممكن يبقى سبعة ونص وبنحط فوق وتحت حاجة اسمها بورس ديسك أو بورس ستون ومن فوق خالص بنحط كاب عشان بتدي نضغط على العينة السل دي بتتميلي كلها بالمية عشان التربة بتاعتي تبقى كلها ايه كلها مليانة مية خلي بالك ان البورس ستون دي ايه فايدتها ان هي بتسمح ان المية تخش جوه السويل لكن السويل نفسها ما تخرجش يعني الحبيبات ما يحصلهاش اي حاجة وبيبقى فيه هنا حاجة اسمها دايل جيج دا بيئيس الديس بليسمينت او الهبوط اللي حصل في مين في السويل ادي السل بتاعتي وهنا فيه الرينج بتاعتي هبقى وريكم ان الرينج دي ان شاء الله فيه فيديو تانية كده هو بالتوضيح والبورس ستون بتاعتها وبابتدي احمل اللي عندي من هنا ولما بحمل من هنا بيبقى فيه رفعة على حسب بقى واحد لعشرة واحد لسبعة وخلافه يبتدي تضغط على مين على التربة نفس الوقت انا مليها بالايه بالايه بالمية بتاعتي طيب انا بعمل ايه في التجربة اول حاجة ببقاش فيه عندي اجهادات خالص ما حطتش اي اجهاد وابتدي عند في البداية خالص اشوف هل في حصل تغير في الارتفاع بتاع العينة واحد يقولي طب حصل الارتفاع منين وهي اصلا معالهاش اي اجهادات اه في بعض الترب بيسموها تربة ذات مشاكل هتدرسها في السويل زي السويلينج سويل او الكلابس في السويل دي الاول ما بتحط المية فيها ممكن تزيد او تقل فانت لازم تاخد الارت او التغير في سمك العينة اللي عمالي تغير عند بقى 0.04, 0.25 minute, 0.5 minute عندي دقيقة 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 ربع 4 دقايق 6 دقايق وربع 9 دقايق 12 دقيقة وربع 16 دقيقة 25 دقيقة وعدين 36 دخلنا بقى في الساعات بقى 64 وعدين عند 100 وعندين 360 وعند 1400 واربعين اللي هما بعد 24 ساعة خلي بالك ان الاراية بتاعت العينة عند 24 ساعة هي هيها تبقى الاراية بتاعت تاني يوم انت كده خلاص عدا يوم فبتبتدي تحط الحمل بتاعك وتبتدي تشوف الايه الاراية بتاعتي نفس الكلام على مدار 24 ساعة حطيت الحمل بحيث ان هو يدين ستريسز ربع كيلو جرام على سنتيمتر مربع تالت يوم ابتدي برضك احط حمل تاني بحيث يدين ستريسز نصف كيلو جرام على سنتيمتر مربع اليوم اللي بعديه واحد كيلو جرام على سنتيمتر مربع عمالين نقرأ الاراية بتاعتنا على مدار 24 ساعة دخلنا بعد يومين آسف الستريسز اتنين كيلو جرام على سنتيمتر مربع وبعدين بربعة وبعدين تمانية وممكن نوصل لستاشر وبعد الستاشر نرجع نشيل بقى الحمل بتاعنا تاني نشيل الحمل وناخد الاراية الخلاصة ان انا عندي عايز القصة دي تبقى موجودة عندي الجدول ده الستريسز كان صفر وربع نص مش عارف واحد اتنين اربعة تمانية ستاشر ممكن يبقى كمان فيه هناك صفر يعني عملت انلودينج للتجربة كويس وحصلت هنا ايه التوتالي تشينج اللي حصل في مين في العينة نفسها او الارتفاع بتاعها طب انا جبت الحاجات دي تاعمل بيها ايه ده اللي هنشوفه ان شاء الله في المحاضرة القادمة شكرا اشتركوا في القناة